النهاردة هنعمل مع بعض هوت دوغ أو سوسيس على الشيكاغو ستايل على طريقة ولاية شيكاغو بيعملوا بطريقة مختلفة شوية طيب ايه المكونات اللي عندي عندي هنا الهوت دوغ بتاعي عندي عيش في فيينا عندي شوية زبدة متدوبة عندي خيار مخلل بطريقتين عندي بصل مفروم عندي شرايح طماطم وأخيرا عندي شوية من المستار طيب أول حاجة كده هندي دهنة للعيش بتاعنا وهندخلوا الفرن ثواني بالزبط يتشمع كده خلاص هادي مش كتير يعني يا دوبك ايه طبقة كده رفيعة هاخد السوسيس وعندنا هنا مية بتغلي وهننزل بالسوسيس بتاعنا زي ما قلتلكم هناخد العيش هندخلوا الفرن دقايق مع دودة العيش بتاعنا بقالوا كده دقيقتين في الفرن هنطلعوا مع بعض عشان مش عايزوا ينشف مني بسوا 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 اللامع بقى والريحة انتم مش بتخيلين بتاخدوا كده ايه في حتة تانية خالص سنة الزبدة مع التشميعة دي سيب العيش بتاعي هنا يبرد سنة السوسيس بتاعنا خلاص خلو قابل السوسيس بتاعنا هرفعو بس انا يصفني شوية المية خلو بقى نبني السندوتشات بتاعي خلو بقى نبني السندوتشات سكينام شعور نفط طيب كستار ده خلو بقى نبني ده و بعد قد نخي نبني السوسيس سوسيس. عليه من فوق هنزل البصل المفروم والخيار بنخلي المفروم. سوسيقى سوسيقى وعندنا خيار المخلل اللي احنا مقطعينه بالطول ونحطه هنا في الناحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة